بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أحبتي معكم ماجد HD وحياكم الله في قناتكم قناة عبد الكريم الخالدي اليوم مثلما أنتم شايفين في الغلاف هذا الفيديو رح نبدأ بحول الله يعني كيف أخليك تنطلق مع المصير أرنولد وتسوي مشهد يعني مشهد بسيط متكامل بحول الله وأيضا طريقة استخدام إضاءة نفس المصير ونعمل برضو رندر واستخدام الخامات الخاصة بالمصير بدون استخدام أي خامات جاهزة بحول الله فخلونا بإذن الله نبدأ الآن في صناعة أول مشروع حياكم الله من داخل البرنامج أنا أستخدم آخر اصدار للسينما 21 طبعا ما يهم تستخدم 20 19 ما في مشكلة وتكون برضو مثبت مهلازم آخر اصدارات أرنولد أي اصدار ما في مشكلة طبعا بس ما يكون اصدار مرة قديم لأن هذا الرقم 6 5 ما في خلاف 4 يعني حتواجه مشاكل بسيطة على العموم أنا هذه الواجهة اللي يعني حب استخدمها بكثرة طبعا ما أريد أن أشتغل كده عشان عشان تستطيع تشتغل معي أنا أكيدا هتكون تشتغل بالواجهة الاعتيادية المعروفة فخلنا نحولها الآن الستاندرد العادي هذا الشكل العادي المعروف للسينما وأيضا لو أنكم ثبت الـ 21 والبلغينز من تشايفها ترى من هنا يعني هي كانت تكون كذا بالعادة تكون extensions والبلغينز جوه حتكون جوه هذه هي هنا موجودة هنا جوه لكن حاب الشكل التقليدي الأول اللي في عشرين خلاص نختار سينما فوردي اللي هو هذا خلاص يرجع لك ياها مثل ما هي فنقول بسم الله ورح نبدأ نسوي غرفة أو استيديو صغير للمنتجات مثلا نحط كيوب الكيوب هذا رائع جدا هذا يعني يعني يغنيك عن كثير من الستوديهات اللي أحيانا تكون بفلوس هذا فخلنا نسويها كغرفة واقعية حقيقية مثلا نخليها مثلا اللي هو الـ X العرض مثلا نخليه 1500 اللي هو مثلا مترين ونص مثلا كذا الحين مترين ونص طبعا وأيضا اللي هو العمق الزي نخليه برضو مثلا الـ 2500 إذا احتاجنا بعدا نزود ما هو مشكلة الارتفاع الـ Y بنخليها مثلا اللهم صلى الله عليه محمد 1400 مثلا متر نص ممكن ممكن كافي يعني 1400 خليتها فخلاص يعني أنا ممكن أصلا خلاص أشتغل هنا جوه هذه غرفتي الآن هذه تعتبر الغرفة فأبغى أسوي حاجة بس بسيطة اللي هو أنروح للـ Basic والـ X-Ray عشان أقدر أشوف إذا أحضرت منتجات جوه أقدر أشوفها طيب خلونا برضو نقسمها قبل ما أحولها إلى Editable يعني قابلة يعني ما تسير زي كذا فنبغى نقسمها مثلا عدة تقسيمات مية 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 خلوني أشوف عشان أعرف إنها كافية لها كثير جدا هذا توقع أن هذا جدا كثير جدا جدا كثير خلونا نشوف خمسين 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 مثلا برضو كثير خلاص أنا بخليها بخليها على عشرين خلاص كافية كافية عشان بيأخذ علينا طبعا الرندر حزيت مع العدد السيغمنس مية كده إنتينا من غرفة خلوني الآن تطيب کیف نجيب نجيب اللي هو مثلاً أدوات أرنود بلغينز هذا هو أول واحد C4D2A ودينك تأخذ هذا كله أضغط على هذه طيق هذه كلها اسحبها حطها في أي مكان أو إذا حابنا تشتغل هنا مو مشكلة بس أنا يعني أفضلي مثلاً خليني بخليها هنا جنب هذه مثلاً تسير هنا بلاش نبغى أعمل تغيير بسيط لأن الآن فهذه هي عندي الأدوات الخاصة بأرنود هذه هي الكاميرا معروفة سنجيها نبغى الآن إضاءات نبغى نوزع الإضاءات إذا ضغطت على الإضاءات ستصير عندي إضاءات واجد هذه إن شاء الله سيكون لها شرح خاص بإذن الله أغلب الإضاءات التي هنا وأشهر الإضاءات الكواد لايت هذه هي هذه الكواد لايت حين نبغى نوزعها في ساحة العمل نخليها هنا طبعاً الخيارات الخاصة فيها الوث بعد نخليها أربعمية في أربعمية سنتي يعني نقدر نكبر نصغر بعدين على كيفنا ما مشكلة خليها مثلاً هنا ممكن شوية تحت ممكن طيب خلونا ننسخها الآن أبغى ننسخها أنا ضغط كنترول ورفعت فوق حننسخها نبغاها حين فوق في السكف نختار هذه الأداة حق تل الروتيت وأبدأ ألفها وأضغط شفت حتى أخليها تسعين درجة تحت تسعين درجة نختار مرضانا حق ته الأسهم طبعاً حطوا في بالكم السهم يكون تحت معنا الله سيكون تحت ما رح يكون فوق فعادة نخليها مثلاً هنا لا تطلع بره طبعاً الغرفة وننسخ نفس اللي تحت مثلاً خلنا هذه لأن أبغى هذه تكون على الواجهة ونكتب عليها front مثلاً هذه حتكون top طبعاً إذا حبيت تعطي أسماء لأنها حتسهل علي الموضوع أكثر ننسخ هذه ونختبر ذا الروتيت أبغى ألفها هناك تسعين درجة عشان تسير هي هذه بجهتيش اليمين نشوف نحطها بحطها مثلاً هنا ممكن شوي تحت وننسخ برضو وأبغى أكتب عليها right وننسخ بعدين نكتب عليها left لأنها بحطها هناك في الجهة الثانية الروتيت أيضاً والرذي 180 درجة 180 درجة ونوديها هنا خلص سر عندنا الآن تقريباً المشهد متكامل كالستوديو مع الإضاءات الآن أبخلي اللهم صلع على محمد الإضاءة الأمامية ممكن أخليها يعني اللي لا بالتصوير هذه الإضاءات إضاءات آرنود حتى إضاءات السينما برضو أقدر خليها تعتمد على كيلفن درجة كيلفن اللي هو الحرارة والبرودة فأبخلي الحين اللي هو الفرونت بخليها باردة أروح من المين هذا المين التحكم بالإضاءة لأبروح الديتيل الـ Use Color Temperature يعني لدرجة الحرارة ونعطيها 2400 أو 2500 2500 عفواً كده صارت دافية وأيضاً حتى اللي باليمين بخليها هذه اليمين حتكون برضو دافية يعني نخليها 2500 بالنسبة لليسار ممكن أخليها كما هي يعني 6500 هذه الدرجة الطبيعية اللي هي الأبيض بنخليها أنا ممكن أخلي اللي فوق اللي فوق لا أبغاها صراحة أزرق يعني الدرجة حارة باردة ممكن 10 ألاف جميل كده خلاص من ناحية القوة الضو هنا عند المين هنا قوة الضو هذا الإكسبوتشر بنخليه نخليه ثنين هذا واحد اللي فوق ممكن ممكن نزود أنا ممكن أزود ممكن أغير لأن الآن إلى الآن المشهد قدامي ما هو واضح برضو ثنين اللي هو على يمين اللي قدام ممكن أخليه وهذا المفروض الثنين اللي قدام اللي على يمين أنا ممكن أخليه ثمانية يعني يكون أقوى شوية لاحظوا كيف اللون زاد اللون عندي صار فيه تأثير هذا برضو اليسار بخليه ثمانية الإكسبوتشر اللي هو الصطوع لاحظوا كيف عندي صار كان أزرق واللي هو البرتقالي وهذا صار لون أزرق لأنها درجة الكيلفن باردة طي طي الآن خلونا نجيب منه الإي بي آر هذا هو الإي بي آر ويندو هذا أهم شي نضغط عليه هيبدأ يقلع آر نود مباشرة يفتح مع صفحة خاصة وهو لنحطها أصلا هنا حتى أقدر أشوف العمل حقي الصورة جدا كبيرة خلونا أعمل شرح بسيط جدا لشاشة آر نود الإي بي آر الخاصة بآر نود بإذن الله هيكون برضو مستقبل شرح خاص لهذه الشاشة يعني جميع الأدوات بشكل كبير عندي هذا السكيل الحين هو معتمد على مين على اللي يجبه هنا مع أن هذا يشوف عنده الستاندرد الستاندرد ومع ذلك يوريني إيش إيش الموجود لأنه ما يهم لأنه أنا فتحت الإي بي آر بس لو أنا بغاستخدم الآن الخصائص الخيارات اللي من داخل رندر ستنجز ما أقدر لازم أحول من ستاندرد إلى رندر فأختار آر نود عشان أقدر أتحكم لو أتحكم بهذا طبعا ما رح برضو أشرح هذه هذه كلها شرح خاص بإذن الله لحالها فقط لأنها هتأخذ وقت كل همي الآن اللي هو صناعة مشهد متكامل تتعرف على أهم أدوات آر نود حتى تنطلق الدرس انطلاقة فخلص أنا حين اخترت آر نود فلاحظوا معاي هنا الأوتبوت الأوتبوت عندي 1350 الوث مع الهايت 1080 ترى للعلم هذا مقاس الانستجرام مقاس الانستجرام أنا حاطة فلاحظوا هنا عندي تحت 1350 في 1080 هنا فمجرد ما أصغر السكيل هذا حيصغر ما لا علاقة بالأوتبوت اللي هنا حيصغر مباشرة بحط 8% لاحظوا كيف صار عندي 1080 في 840 هذا يسرع عملية تيش الرندر يعني هذا الزوم هذا ما لا علاقة هذا ما لا علاقة مجرد زوم لك أنت ما راح يسبب أي شي يعني لا تأخير ولا تبطي لكن هذا لو خلت مثلا 2000 لا هيصير بطيء جدا لماذا المشهد صار جدا كبير عندي 2400 في 2160 كبير جدا فضع هذا بالحسبان يؤثر على المشهد اللي هنا دائما المشهد اللي قدام فالiBR دائما يكون صغير لرندر سريع أنا بخلي 80 وهذا مثلا يكون 100 عشان وإذا كان جدا كبير بعد ماذا كبير والله خلاص خلي هذا 60 ما لازم يكون كبير فالعكس أنا هصغر الحجم الريزولوشن 810 في 600 بيكسل وحيكون أسرع الرندر هيكون جدا سريع خلاص أنا بخلي مثلا زي كذا الحين خلاص عندي الغرفة تقريبا جاهزة وخلوني نقفل هذا حاليا ما رح نحتاجه لكن هنحتاج ال IBR وأيضا يفضل صراحة أنه يكون له مكان عشان الواحد يستطيع يشوف هنا وهنا أشوف أجرب الحين أقفله أجرب نحطه هنا مثلا جنب جنب الأدوات حاليا نشوف نكبر هذه إلى هنا مثلا هذه صارت صارت وسيعة هذه عشان كذا نحط هذه الأدوات البرنامج تكون تحت بالأسفل لكن مو مشكلة الحين حاليا حين جاهزين نشرح ما في شكالية إن شاء الله ومشكلة ممكن نخلي هذا كمان خلت خمسين بالعكس سيكون الرندر سريع طيب خلونا حين نجيب اللي هو لاحظوا كيف سرعة الحركة للعلم هذا الحين الـ بعدها ورق كيف تغير الـ بشكل سريع خلونا نجيب الآن يعني جسم في ساحة العمل أو أي منتج أنا متعود هنا هذه من هنا فايل عند الأدوات Merge Object طبعا هذا أفضل طريقة لا تعمل تسقيط للأدوات سيصير يفتح مشروع جديد ولكن أفضل طريقة حشان نجيب لنفس المشروع اللي هو Merge Object حتى يجيلي إياها في نفس المشروع هذا فراح نجيب هذا الدبدوب هذا هو طبعا هذا الأدوات أنا راح راح أرفع لكم حتى تطبقوا معاي راح أرفع هذا وأفتح الآن طيب خلنشوف هو هو الآن هذا هو صغير جدا صغير جدا أنا طبعا نسيت أني أضبط النفس الصندوق على على نفس خلوني أضبط الآن نختار الكيوب ونروح للبلغين وعندي هذا Drop to floor هذا فلتر رائع جدا ومجاني أنصح بتنزيله لأخر أصدارات السينما أو أي أصدار Drop to floor حتى يصير خلاص يكون كده مضبوط معايا ونبغى أن نكبر الدمية جدا صغير صراحة يمكن نخلي شوية كبير وكمان صح ضربت معايا الإضاءات صارت صارت في إضاءات تحت خلوني أخذها كلها أختارها بالشفت ونختار آخر واحد اخترتها كلها ونختار حق الأسهم ونرفع على فوق سنتأكد أن مكانها الصحيح تقريبا ندخل جوه مرة ثانية الآن نروح نفس الدمية ونسوي نفس الحركة Plugin ودروبت وفلور نحن نلف نعظو كيف سرعة البيانات تشوفوها بنفس اللحظة هذا الجميل في المسيارات العملاقة مثل سواء Arnold Octane Redshift ويعني الواحد يشتغل هو مرتاح وقدر يشوف إيش يسوي بالضبط نبس الضبط لين هنا أبغاه يكون هنا مثلا الآن تقريبا خلاص طبعا يفضل يفضل دائما استخدام كاميرا لمشاهد كذا عشان لا يصير فيه انحراف في سعر يمين يصير العمل دائما مستقيم راح نضيف إن شاء الله من هنا عندنا هذه الكاميرا لو أضغط بيضيف مباشرة وهي أصلا نفس الكاميرا الخاصة بالسينما بس اللهم أن هذه هتكون الكاميرا بدون التاق الخاص بـ Arnold هذه مع التاق الخاص بـ Arnold يعني حين لو ضغطت هنا في أنواع كثيرة من الكاميرات طبعا هنختارها البرسبكتف المنظور هذا الطبيعي هذه بعدين نشوف لها إن شاء الله موضوع آخر برسبكتف هيكون نفس المنظور لاحظوا أضاف معايا اللي هو التاق هذا التاق طبعا للعلم يعتبر تاق عجيب يعني يعني ما أدري ما له وصف صراحة يتشكل على حسب على حسب الأدوات برضو راح يتم له شرح خاص فيه الآن كما قلت يعني هيكون شرحي فقط للانطلاقة خلاص أنا أضفت الكاميرا أنا أقدر ممكن أفعل الكاميرا طبعا الجميل في ال IPR الخاص ب Arnold أنا ممكن أفعلت الكاميرا صح أقدر من الكاميرا نختار نفس الكاميرا دعنا نسميها مثلا أي اسم نكتب مثلا front camera مثلا خلاص لا أعط وحيكون متغيرة مثلا لو عندك كاميرات كثيرة كلها أسماء هتكون كلها موجودة هنا فأختار هو وألغي هذه الكاميرا أقدر أتحكم الآن أقدر أتحكم أروح أي مكان حتى تظل الكاميرا هنا ثابتة يعني مثلا أجلس وعدل مثلا والله بالإضاءات فأعدل في الإضاءة هذه أبغاها والله أقرب شوية ننزلها على تحت تروح هناك أبغا يعني أعمل ضبط أبغى لإضاءة العلوية التاب أن والله إضاءتها ضعيفة نبغى أن نعملها تكون أقوى مثلا قوية جدا تكون مثلا ستة مثلا خلاص المشهد ثابت لكن أنا متحرك وأقدر أخذ راحتي ب عبد التطبيط والشغل خلونا نزود هذه بعد نخلي هي ثلاثة نرجع مرة ثانية والآن خلونا نكمل نجيب الله مصر على محمد مثلا ما لازم طبعا تجيب شعار النفس آرنولد لكن إن أحببتم كبير جدا طبعا نشوف هو طبعا في الجو لازم بلغينز دروب توفلور كالعادة نقدر نجيب مرة ثانية هنودي هناك طبعا إذا طريقة ذي ما حبيتوها هي حين جاية على نفس اتجاه الصحيح للشعار فسحيانا مثلا واحد ما يبغاها كذا يبغاها على اتجاه العالم فلا العالم هذا هو العالم هذا السهم على فوق هذا هو الواي والإكس والزي فأقدر خليها على اتجاه العالم من هذه أضغط عليها فيسير مع اتجاه العالم طبعا كبير جدا يتصغر وكالعادة دروب توفلور طبعا حين مه موجود في ساحة العمل نكبر وانا ممكن اروح للكاميرا وهنا يعني مثلا المكان ضيق اقدر اخلي مثلا فتحة العدسة مثلا ويد انجل مثلا 24 ملي لاحظوا كيف هتكون صحيحة يعني حقيقية جدا فخلاص انا اقدر اختار نفس الكاميرا هو وانا اروح قدام مثلا هذا ارتفاع انا اروح ارتفاع نشوف نقدم اي اقدر اقدر اقدم من نفس الدبتوب هذا ونختار الشعار وانحرك يحتاج صراحة ممكن والله ما ادري ممكن لا ما رح نعمل له التفافة سنروح للحسب الحسب الحسب ممكن اروح هنا سخلوني اضبط اللي هو التفافة ايو واضبط الالتفافة اللي تحت بعد عشان ايش ما تكون في ميلان هذا حق الميلان هذا الميلان فهي يفضل دائما صفر عشان تكون ايش دائما الاتجاه صحيح بالنسبة هذا الالتفافة هتوقع فوق تحت ايو انا ممكن نزلها بالواي على تحت مثلا مثلا نحلها كذا الاكس شوية هناك النفس الدمية ممكن الوفها بعد شوية كذا ونروح شوية قدام الكاميرا بالز ممكن اخليها ماذا الى هنا لكن ندخل اللي هو شعار شوية كبير اسم ما يخالف حين الان نجا نتعلم يعني طريقة الاستخدام المصير ببساطة طيب الان خلونا نجي عند اللي هو الاكساء كيف اعمل الاكساء ما في شي جاهز انت ستسوي الاكساء بنفسك طبعا في ادوات في الخماة جاهزة للارنود لكن ما في اروع من صراحة من هذا المصير تتعلم على طريقة الاكساء بنفسك ف خلونا الان نجي انا استطيع باليمين على هذه وخلي اعمل لكريت ارنود ماتيريال لكن ستكون فاضية في طريقة النوتس ف خلونا بلاش هذه وهادي ان شاء الله ها شرح خاص لوحدها بحول الله نجي هذا جدت هنا خلونا نحذفها من كريت مثل ما نسوي دائما نعمل دبل يعطينا الماتيريال العيدية حكت السنة لا ما ينفع كذا طبعا في اختصار اختصار نيو بس برضو فاضية انتو حنما نبغى نبغى تكون اهم 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 خامة اللي هي من Arnold Surface السطح Surface Standard Surface هذا من اهم 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 خامة اهم شيدر ممكن يستخدم يعني بنسبة 99% لا هذا فنختار فالان خلونا نعطيه مين نعطيه هدبدوب قبل ما نعطيه هد لا خلونا نعطيه هدبدوب لاحظوا كيف صار اللامع ليش لان بلاستيك لو اخترتنا الحين طلعت كل الادوات هنا خلونا اضغط مرتين اضغط مرتين هذه هي بلاش تناظروا هنا هنا اعتدنا على المتيريا الخاصة بالسينما كلها موجودة هنا هنا ما فيه لا قليل صح ليش لانه هو معتمد ارنود على الopen network editor لو افتح الان فيه شي اللي هو standard surface صح ولا ما نبغاه من هنا نبغى نتعمل معاه حاليا هنا نضغط على المتيريال هذا هو المين محطوط بلاستيك هذا الان بلاستيك الحين ذا بلاستيك تبغى حديد اضغط على حديد مثلا خلينا نختار متر لاحظوا كيف صار كل حديد انا طبعا عشاني عطيت النفس دي ولا هو نفس الدمية موزع فاقدر اوزع مثلا انواع كثير من الخامات صار الان عندي حديد ما تبغى حديد مثلا تبغى غلاس هذا غلاس صار الزجاجة الان بالامكان تتعامل هذه مثلا تتدرب عليها في البداية هنا ما حتيش تروح لالopen network تدرب على الاهم خامة من هنا وللعلم يعني انا لو الحين لو اضفت مثلا لو اضفت اي حاجة طبعا راح يكون لها شرح خاص خلنا نضيف اي شي مثلا نويز مثلا ابو اضيف نويز اخترت سينما فردي نويز هذا عاد معروف ومشهور و بلاش اعمل تشبيك خلنا قفله اذا اخترت انا الماتيريال من هنا الشيدر نوع الشيدر الحين هما الستاندر سورفس اقدر اروح للنويز بس طبعا ما راح يكون فعال ليش لانه مهم موصل حتى لو اخترت مهم موصل فما راح ينفع ما ينفع فلازم يكون موصلين حتى استطيع اتعامل معاهم هنا خلنا خلاص على السورفس اتعرف عليها هنا الشي اسمها الاسكن بس خلنا رجع للبلاستيك البيز اللي هو الاساس لون نفس الابجكت الله احمر مثلا ازرق الابجكت نفسه بس طبعا مو بس كذا لا هذا قوي جدا 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 الادا ذي يعني البيز بالمكان احول الى حديد من نفس ايش معاني بلاستيك بس اقدر خليه حديد من المتال يسير حديد حديد ازرق ما تبغى تبغى الحديد الواقعي الوان الحديد الواقعية موجودة هنا المثل بريزيتس كاستوم ألمنيوم كوبر غولد آيرون ليت هذه كلها حقيقية من نفس اللون خليه ذهبي ذهب غولد تحولت هنا تغير معايا الى ذهب هنا صار ذهب ف جدا ممتاز طبعا الاسبيكتور اتوقع ما له اي قيمة الان الاسبيكتور لها اي قيمة واش الاسبيكيولا الاسبيكولا هو اللمعان هو اللمعة دي شايف الحديد اللمعات اللمعات الظاهرا دي هذا هو الاسبيكولا الاساس الاساس تأثير الاساس نفسه لدي ت Rigor هو كنت قصة هو مين هو القصة sche بس الان اولتغي تمام ليش عندي هذا البه هذا ذهب هذا التمر التمر تكر المتحول أو المتغيرات لأن الجلاس يعمل تغيرات يعني اللي خلفه رح يتغير ويتشكل رح ينكسر الضوء صاح هذا هو حيكون لهم شرح خاص بحول الله الساب سورفس هذا خاص بمين بالسكن هذا السكن هذا هو طبعا كده شار شكله غريب وقبيح شوية طبعا السبيكولر ضروري مع السكن بس حن نجي هنروح للسكن الساب سورفس اللي ما أسفل السطح هذا معناه حرفيا نقدر نروح هنا السهم أنا مستغرب ليش مخفين للدنيا هنا صراحة جتني عقدة بسيطة منها لكن اكتشفناها في الأمور الأخيرة بريزت كاستوم هنا مثل ما اخترنا ألوان اللي هو نوع الحديد مثل الذهب والكوبر والنحاس والألمنيوم هنا أنواعش الجلد أو القشر القشرة أبل اللي هو التفاحة على فكرة هذه أداة جدا رائعة ما تبقى شوية ياخذ كامل المشهد نحن لنمركزين على الدبدوب هذا فأقدر أضغط هذا تشوفوه هذا اسمه render only the select region لو أضغط عليه طيب ما يخالف أنا أصلا متعودة أضغط shift shift سوزي كذا كذا أسرع لي shift هيكون render هنا بس shift أبغى بس هذه بس الشعار أعمل تركيزي على حاجة معينة خلاص هذا ما أبغى لآن أنا أبغى أشتغل هنا أبغى أشتغل هنا وخلونا نكمل هل حطت الأبل فيه الشيكين اللي هو جلد الدجاجة كريم فيه اللي هو الكيتشوب هيكون دم بس لاحظوا كيف يعني مطفي تماما ليش السبيكيلر لا بدني أرفعه ضروري عشان يعطيني شكل الكيتشوب هذا السبيكيلر اللمعة تذكروا إيش هذا اللمعة أو الريفليكشن فيه بعض المسميات الريفليكشن خلونا نروح طيب هنا السكن في عندي نوعين من الأنواع السكن الجلد البشري خلونا نختار سكن 1 شوفوا كيف طبعا خلاص هل نسبيكيلر خلالنا رقم واحد أقدر خلي مثلا هذا الروفنس يتحكم بيش بالله مصدر على محمد بنفس اللمعة كيف تكون مثلا اللمعة شديدة هتكون مثل المراية أو أخليها خشنة هذا الروفنس رف على اسمه أقدر أرفعها مثلا لاحظوا كيف خلونا نركز هنا بس شوفوا كيف صار يعني ملاحظين صار رف مرة ثقيل لاحظوا لو خلتها صفر صار يعني بلاستيك بلاستيك لماع فخلوه على رقم ثلاثة حبيته صراحة طيب خلونا نحين طيب لو حبينا نحول إلى الى تشاكلت نفس الدبدوب نخلي تشاكلت طبعا بس لني لابد أني أروح لأوبن نتورك لازم أجينا هذا سيكون لها شرح خاص إن شاء الله تبطبكم معايا ما في شكالية خلكم معاي أضغط Alt وأقدر عشان نقدر نزل تحت بالموسة اللي في الوسط أتحكم فيه خلونا نحذف هذا هذا ما أبغاه وعندي هذا وخلونا نجيب الآن صورة أقدر أجيب صورة يا إما بالاختصار أنا حافظ الاختصار عشان أقدر أفتح هذه وأكتب مثلا Image عشان يوديني بسرعة لأن هنا خيارات الشيجرس كثيرة جدا فأقدر أمسكها وأسحبها وأحطها هنا فمباشرة يفتح لي يقول لك اختار الصورة اللي أنت تبغاها طبعا هذه كلها راح تكون معاكم حتى تطبقوا معايا و حنختار اللهم صعب على محمد هذه 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 break reflect نعم هذه ولاحظوا نحولها TX هي صورة بس حولتها عشان يكون أسرع لا لأنه هو بنفس المكان ما يحتاج هذه فين أحطها هذه تتوقعون هذه الصورة فين ستكون موجودة هذه الصورة هذه الصورة ستكون ستدير لي الرف اللمعة الخاصة بالدبتوب لاحظوا كيف أسحبها وأعمل تصغير على نفس الأزرق منيو هذه كلها اللي موجودة جوا السبسورفس اللي أقصد عفوا الستاندرد سورفس هذه كلها نفس البيز سبيكلر ترانسميشن أبغى وين أنا أبغى سبيكلر وأبغى هذا رفنس الآن أنا ركزت على مين على على الرفنس أصبحت هذا الآن مسيطرة على الرفنس الحين لو أجي هنا الرفنس غير موجود تماما خلنا نجي هنا عشان يكون أوضح أي السبيكلر الرفنس غير موجود خلاص أصبح من ضمن هذه الصورة لاحظوا كيف نفس الدبتوب أخذ شكل أخذ شكل مين الشكل نفس الرفنس طيب خلونا نكمل والبيز أنا ما أبغاه سيكون صفر ما لها أي قيمة لأنها عندنا سكن جلد خلاص ما أخذ له لون والسبيكلر حاليا ما نحتاجه السب سورفيس نقدر نروح مثلا لون حتى يصير معايا مثلا كيف أخلي مثلا شاكلت ننتج للبني أكثر يعني للبني خلي بني مثلا خلوني دعوني أقرب لكم 100% سيكون بس الريجين اللي داخل لهذا نحظ كيف رح ركز على الرأس بس عشان يصير أسرع ضعوا بالحسبان أنا جهازي جدا قديم لها أكثر من 10 سنوات المعالج قديم وحتى كرة الشاشة ف ومع ذلك أنا بالرسبة لي أشوف سريع كيف لو الآن مع جهاز جديد يعني هيكون الوضع مختلف تماما طبعا هذا التحبب من خيارات آرنود يعني لازم يكون في خيارات آرنود بس شوفوا كيف الآن يعني تمت السيطرة على مين على اللي هو أصبر عندي مثل الشاكلت طيب الآن نسوي مثل حلاوة هذا القلب القلب نحاول نخليه حلاوة نقفل ذا ونقفل ذا و مو لازم أنسخ هذا هقدر نعمل create مرة ثانية آرنود surface standard surface واحد ثاني خلنا نكتب عليه heart ما هذا هذا الbear اللي هو الدبدوب ناخد ذي ونحط للقلب القلب توقع عنا هنا box مسمينا box طبعا جميع الحقوق محفوظة لها صاحب التصميم ناخد ذادي ونحطها للbox فقط حتى يتحول معايا لا أنا ما أنا ما أخذته هو ما ممكن عشان ما تحول ما تحول خلالنا نشوف نبقى نختار نضغط عليه مرتين نتأكد بس هنا بلاستيك بس مع ومع ذلك عشان العجيب والله خلالنا خلالنا بس أتأكد إلا هو أنا أنا اخترت هو بس العجيب خلالنا نقفل الـ للمعلومية هذه أقدر بدل ما أستعين بنفس الصورة أقدر أستعين بهذا باليمين open window أقدر أكبر هذا لوحدة هذا أقدر أشوف أقدر أحط هنا أقدر أغير شكله مثلا بلاش كورة شجر بول مثلا هذا الشكل في أشكال كثيرة للشعر والهذا بالإمكان للاختيار هنا default ف خلونا أنا عند البلاستيك وهنا اللون أبغى أحمر هذا سيكون القلب حقنا سيكون هلا أحمر طيب خلونا نقفل هذا الآن نشغل IPR نشوف تعدل ولا لا أنا جاي يبني أنا شكلي أخطأت خلو يخلص نعم تسقط مرة ثانية لاحظ أنه سيحتض بالشكل هذا لاحظ خلونا شير الكلام ما إحنا محتاجين هنا خلوه بس القلب خلونا نصغر نشيل الريجن رح نرجع للقلب خلونا بس نحين هذا نخلي مثلا كروم برضو create Arnold subsurface عفوان أنا بس لأخبط surface standard surface ما نكتب على هذا logo نقدر نخلي مثلا نعطي ها الآن الشعار نحط بدل هذا ونركز عليه لوحده بالشفت كذا لحال وهذا اللون الويت ما يهم حاليا صراحة يهم النزاء شوفوا هذا هذا يستهدف اللي هو اللمعة أو خالنا نوريكم هذا يبقى شرح لي حالي صراحة إن شاء الله لاحظوا كيف الـ آي آر هذا مثل اللمعة لكن فين بتكون هل تكون بالأطراف هل كل لامع كمثال مثلا حين هي واحدة ستين خلوش لاحظوا كيف مثلا هيصير يعني خلاص كلها يعني ناكل مثلا وأصبح كله مثل الكروم أقدر نخلي كذا أقدر نخليها الـ رفنس عالي مثلا نلاحظوا كيف هيتأثر مباشرة حلو كذا صراحة عجبني عجبني مع الـ رفنس كذا جميل آآ خلونا نرجع الآن إلى القلب ولو نكبر هذه 80 ونروح هنا نشيل الـ حاليا ونركز على هذه خليوها 100% 100% نركز على القلب نفتح الـ الـ نتورك مرة ثانية طيب الله مصال على محمد الآن خلوني أبغاء يعني لاحظونا كيف هو مثلا حلاوة مو مشكلة لكن خلونا نعطيه خامة بأجيب صورة image الآن هذه نسحب هنا نفتح هذه الصورة اللي هي اللهم صلى على محمد black texture دي لا ونجيب اللي هو البمب البمب يروح هنا سيروح بالجيومتري normal اللي يعرف نورمل في الماتريا الخاصة بالسينما هذا هو فيروح النورمل والبمب متشابهين هم أخوان أصلا أو أخت أو أخوها فيروح هنا والصورة نبغى نتحكم حاليا بمين بال roughness أول شي roughness نتحكم بال roughness لاحظوا صارت مرة لمعة جدا زايدة ليش لأنه يعني منخفض يعني يعني مثلا أسعبه أقدر أسعبه وخليه هو الأساس أول أساس شوفوا كيف يعني اللون الأبيض كثير لابد أن يكون مثلا الأبيض مثلا ساطع والأسود أقل إذا يعني أسود أكثر فهذا معنى ما في roughness ما في خشونة يعني هيكون لكن الأبيض هو المتحكم فلاحظوا أن الأبيض خفيف كل شي خفيف فأصبح يعني عشي كده صارت لمعة جدا زايدة خلنا نحن بس نكمل وراح تفهموا قصد بإذن الله حيكون لها شرح برضو خاص بحول الله الآن بس أبغي أجيب أنا حاج اسمه color correct الcolor هذا مثل الفوتوشوب الضبط أقدر صحح اللون هذا أخذ أحط هنا input أو الأساس وهذا في مكانه بدل roughness سيكون وهذا سنحطه هنا أنا طبعا أستخدم اختصار بالمكان تجي هنا مباشرة لكن عندي اختصار أسويه بسرعة هنا الاعدادات أو الاعدادات لكن نستخدم الاعدادات السفلية اللي هنا اللي تحت القامة بخليها مثلا 106 مثلا وعندي ال contrast اللي هو التباين التباين بخليه يمكن يمكن يخليه كذا مثلا لاحظوا كيف زدت التباين وغللت من كمية الأسود صار أسود والأبيض صار طلع الأبيض هو اللي حيكون roughness والأسود لا وعندي هذا اللي هو exporter حيكون سالب ممكن سالب واحد مثلا أنا بغاء خفيف كذا خلونا نشوف الآن طيب خلونا ناخذ هذا برضو ونحط للبمب نشوف يصير شي ولا لا على الآن بدأنا نشوف شي صراحة مع البمب البمب هيكون فيه بروز على حسب الصورة وعلى حسب ما أنا اخترت لاحظوا كيف طبعا إذا حسيت هذا ثقيل فيه طرق كثيرة جدا لأرنود لتخفيف مثل هذا التأثير هو جميل صراحة أنا عجبني لكن خلونا نقول والله مرة ثقيل فيه طرق كثيرة أسهل طريقة نفس الصورة نختار نفس الصورة وبالإمكان نروح على هنا multiply multiply هذا يتحكم بالصورة طبعا أنا لا أحب افتحزيك كده يفضل أن يخليه بالسهم حتى أشوف التأثير مباشرة يعني لو خلت صفر ستختف الصورة تماما لاحظوا ما في صورة يكون مثلا خفيف يكون مثلا سبعين نخففها لاحظوا سر رمادي سيصير خفيف الصورة تصير خفيفة ولا في طرق كثيرة للتعامل مع مثل هذه الحالات لتخفيف اللي هو التباين نحظوا كيف صار مرة خفيف بخليزي كده لا بأس صراحة كويس وللعلم إذا أنك سويت هذا معايا فصراحة تهنينة هتكون يعني هذه أول نود يعني R نود تسويه بشكل متكامل هذه هي بسيطة بس تحتاج تمرين حبة حبة طيب خامت الشاكلة ممتازة هذه ممتازة خلاص زي كده تقريبا انتهيت خلونا آخر شي اللي هو كيف يعني أفتك من هذا التحبب هذا 100 نبغى نصغر إلى 60 نشيل لا تنسوا نشيل اللي هو الريجن وطبعا لا تخلوا 20 هذا مرة كثيرة على الـ CPU بالإمكان الواحد يكتفي مثل هذا المشهد خمسة كافية هو كان كم لو ضغط بليمين نعمل ريز تو ديفولت كان ثلاثة 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 ففيه تحبب بسيط لكن نشيل التحبب نخلي خمسة نخلي خمسة هذا بعدين سأشرح فيما بعد نعمل إقلاع مرة ثانية ويأخذ وقت صراحة لكن إن شاء الله نتأمن أنها يكون إيش خلونا مثلا ناخذ هذا الجزئية ونخلي هذا 100 بالمية وخلونا نشوف كيف الوضع على بال ما يشتغل هو حطوا في بالكم مثلا لو أسوي أي حركة وأي تحكم أي تغيير حيعيد حيرجع ويعيد حتى أوقفه بالإمكان تعمل stop مثلا بوز خليه أقول خليك على ما أنت عليه لين ما أنا أقدر أغير واحد لاحظه ما يتغير معي ليش أنا وقفت أقول خلص هذا الرندر خلص فما رح يتغير مع مجرد ما أشيل هذا رح يعيد مع مرة ثانية عندنا الكاميرا بالإمكان نعمل depth of field لو نرجع لها مرة ثانية الكاميرا أنا ضغط عليها من اللي هو التاج التاج يعطينا depth of field اللي هو enable depth of field من هذا بمجرد ما شاء الله نظيف يعني خمسة تمام كما توقعت لو أضغط عليه ما سر شي ليش لأن هذا ما شلت أنا لازم شي له عاد من جديد فكل شي مغبش في طريقتين عشان أصفي هذه طريقتين الطريقة الأولى يا أمي أضغط مثلا باليمي على أي object باليمين أكتب pick focus مثلا أو من نفس الكاميرا حق السينما لو رحت عند object السهم ذا أختار السهم وأضغط على القلب نحظة معلش آخذ آه ما هو على IBR عفوا لازم السهم يروح هنا كذا سيعيد المفروض أن يعيد خلنا نقفل ذا ونشوف نشوف مرة ثانية أحين صار عندي زايد طق صار التركيز على القلب صار التركيز الآن على القلب أو بالإمكان أن خلونا نشيل الريجن خلونا نروح للتاك حق آرنولد وخلي مرة كذا العزل شديد جدا لحظة بس العزل صار جدا شديد نروح لنفس شعار آرنولد باليمين بيك فوكس صار تركيز على آرنولد واللي خلفه هيكون مموج أو يعني خارج الفوكس أو خارج التركيز لاحظوا كيف تقريبا لاحظوا آرنولد بمحاذاة من القلب فسار فيه تركيز هنا وهنا والباقي لا تنسوا أني رفعت مرة العزل كذا صارت كأنها أشياء صغيرة تنفع إذا الواحد عنده يبقى يسوي ماكرو تصوير الماكرو أشياء صغيرة جدا وكذا خلاص يعني تقريبا وصلنا للنهاية إذا حابين إخراج نهاية تكون الكاميرا فعالة نوقف هذا خلاص الإي بي آر حتكون تضبط إعداداتك تمام عارف إعداداتك الحجم هنا أنا موه لازم عادي بالإمكان تضبط تختار المكان ملف مثلا السينما فوردي بس نضغط هذا حيوديني مباشرة على مثل أي مصير حتى المصير الافتراضي ويبدأ يعمل رندر لنفس هذا مع العزل حيسويه مع العزل وخلاص يتم الحفظ من هنا file save image as وهذه هي يعني بالمختصر ويعني خلاص هذا الشرح سريع للانطلاق مع آرنولد أتمنى إن شاء الله حازل الدرس على إعجابكم ولا تنسو الاشتراك وتفعيل الجرس الخاص بقناة حبيبنا وأستاذنا عبدالكريم الخالدي حتى يصلكم إن شاء الله جديد الدروس بعون الله وبحول الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة